هلو جايز كيفكن؟ أتمنى تكونوا جميعا بأحسن حال أنا اسمي محمد سلام والقناة دي اسمها متعة التعليم بتذكر بنفس هالوقت من السنة الماضية حد قال لي ما تغني وأنا حب أقول له هغني ويلا اسمع الجملة دي وأعرف إيه هي Right back at you Mr. Clayton Right back at you Mr. Clayton Right back at you Mr. Polanski Right back at you Mr. Polanski Right back at you Right back at you Right back at you والجملة دي معناها وانت كمان وأنت كذلك بنستخدمها إمتى؟ لو حد قال لك مثلا أنت من ألطف الناس اللي قبلتها في حياتي هترد عليه وتقول له Right back at you وانت كمان Right back at you Mr. Clayton Right back at you Mr. Clayton Right back at you Mr. Polanski Right back at you Mr. Polanski Right back at you Right back at you يلا بينا نسمع الجملة اللي بعد كده Give it a shot 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 يلا بينا نشوف الجملة اللي بعد كده والقملة دي معناها وده يعتبر تعبير دارج مثلا المدير رفض يسمعك فهتقول ايه المدير رفض يسمعني تعالوا نشوف القملة اللي بعده كده انا لا اؤمن بالحظ يقال ان الحظ موجود في زاوية من زاوية حياتك فياريت تدور عليه ولو ملقتوش يبقى حياتك دائرية يعني انا لا اؤمن بالحظ عارف انت الحظ بعينك والشك حلو علي جميل جميل يلا بينا نشوف القملة اللي بعده كده قملة بسيطة معناها انت بتؤذي نفسك انت تؤذي نفسك تعالوا نشوف القملة اللي بعده كده ودي معناها انت مفلس محل تكش ولا جني ولا ريال ولا دولار ولا اي حاجة هيا بنا لنستمع الى الجملة التالية هل عرفتموها يا اصدقائي ودي معناها دعني وشأني بالمصري كده تقدر تقول اطلع من نفوخي خدنا جمل كتير شبحها مثلا والقملة دي دعني وشأني يلا بينا نسمع القملة اللي بعده كده ودي معناها ما كان يجب ان اقول اي شيء ما كانش المفروض اقول حاجة ممكن تقولها امتى مثلا لو قلت كلام لشخص قدامك دايقه ممكن تقول الجملة دي ما كانش المفروض اقول كده I shouldn't have said anything وبدل ما تقول shouldn't والتي واضحة لأ ما تنطقش التي فهتقول shouldn't shouldn't have انطقها shouldn't have shouldn't have ما تنطقش ال H فبتبقى should not have I should not have said anything ما كانش المفروض اقول حاجة I shouldn't have said anything I shouldn't have said anything يلا بينا نسمع القملة اللي قية I'll keep that in mind والقملة دي معناها سأضع ذلك في الاعتبار أكيد دلوقتي كل اللي معانا بلا استثناء عارفين أن I will اختصرها I'll وكمان بنختصرها أكتر I'll I'll keep that in mind وكلنا كمان عارفين أن that بدل ما نقولها that وننطق تي ممكن ننطقها that بننطقها بالD that in mind وكمان ممكن ما ننطقش الD بتاعت mind فبتبقى I'll keep that in mind سأضع ذلك في الاعتبار إيه رأيكو دلوقتي نسمع 6 جمل جديدة لكن بسيطة أكيد أكيد معظمنا هيعرفهم واللي مش هيعرفهم هيلاقي الإجابة برضو موجودة في الفيديو وما تنساش تكتبلي في التعليقات أنت عرفت كام واحدة من الستة يلا بينا أكيد تهدون مست rpm تهدون مست animales تهدون مستthers تهدون المستليم تهدون رم سنوتي مكون هل أميسسك هل قدن. هل تحت Agrzus هل تحت أمري هل تحت أمري هل تحت أمري سنبโعوم سرенить سنب ليحب سنب ليحب سنين هذا ال견 سنينavait سوف ما موسيقى 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 برج برج صدق تنذين مكان أكثرgewوremos هل רוצ accessible هل برج هل 모 مكان هلatever انا نبعد معها هل بأنك خيال بأن Buddhism؟ هل بأثنان هل بأنني مع Nilgo? هل بأنك貴؟ لا هل بأنكتين معيني؟ لا بأنك ماتين معيني يبأنه 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر